في مباراة ننتظر فيها الإثارة وننتظر فيها المتعة بين الفريقين فريقان كبيران العربي صاحب تاريخ كبير جدا في كرة القدم القطرية والغرافة كذلك صاحب تاريخ أيضا إنجازاته التي حققها ولدينا طبعا هنا كجزء من أرضية الملعب جزء رئيسي جدا الشباك والمرمى وأعلام الركنية كلها جزئيات رئيسية جدا من الملعب لا بد أن تكتمل بصورة كاملة جدا حتى يبدأ اللعب في المباراة مسرح المباراة هو ملعب نادي العربي الملعب الذي احتضن هذه المباراة الملعب الذي يفتتح في عام 1984 في إبان ثورة الملاعب الرياضية التي شكلت بداية أو العهد الثاني من الملاعب في كرة القدم القطرية عندما سلمت عديد من الملاعب منها ملعب نادي الأهلي الموجود بمنطقة الهلال ملعب نادي العربي لدينا ملعب نادي أستاذ سابقا طبعا قبل أستاذ جاسم بن حمد ملعب نادي الوكرة ملعب نادي الخور مجموعة من الملاعب التي شكلت أو قدمتها اللدنة الرياضية بوثارة الشباب والرياضة في ذاك الزمان وذاك الوقت ومن الدولة وفي هذا الملعب تخديدا كان بداية في احتزال ماجد الصائغ نجم كرة القدم العرباوية عندما استضاف نادي الأهلي المصري في تلك المباراة وكانت واحدة من البدايات الجميلة لكرة القدم القطرية على صعيد المنشآت الآن لدينا طبعا منشآت بصورة مختلفة جدا لدينا طبعا ثورة في المنشآت بدولة قطر وكلها استعدادا لمونديال القادم بإذن الله على الأراضي القطرية مونديال قطر 2022 عديد من الملاعب انطلقت بستاذ خليفة دولي الذي بدأ بعد ذلك تصميم عديد من الملاعب منها ملعب الثمامة ملعب الخور والذي يعني ياء بتصميم الخيمة العربية دلالة على عمق ثراث القطري وبأوغة وكثيرا من المفاجآت القادمة أيضا إذن تنطلق المباراة ما من الآن العربي والغرافة مباراة ننتظر فيها المتعة ومباراة ننتظر فيها الإثارة بكل تأكيد على ذكر الملاعب لدينا العربي بالمناسبة من اثنين وخمسين كانت بداية ملاعب نادي العربي من عام اثنين وخمسين عندما بدأت تحديدا وكانت تحديدا منطقة الشرق أولى البدايات لدينا هنا نقلة من جارب نادي الغرافة الذي يلعب بلونه الأصفر على إصار الشاشة بينما العربي عليمين الشاشة بلونه الأحمر انطلاق المامية وكرة في الأمام العربي بأمنيات كبيرة جدا بعض من الجماهير الحاضرة في الجانب الآخر لدينا نادي الغرافة الفريق المتوهج بحضور جماهيري كبير جدا بتألق على صعيد دوري أبطال آسيا متألق فيها الآونة الأخيرة نادي الغرافة كرة ملعوبة ومحاولة للتقدم تمر الكرة مباشرة حول منطقة الجزاء هنا عبدالعزيز حاتم يحاول التقدم مامنا عبدالعزيز كرة مر إذن ركلة حر مباشرة هنا لصالح نادي العربي وحاضرة هنا مامنا العربي الفريق الذي في الآونة الأخيرة انتشر نفسه وأصبح يقدم مباريات ممتازة في الجانب الآخر عندنا نادي الغرافة كما ذكرت مطاعم بصورة كبيرة جدا بما قدم على الصعيد الآسي آخرها القدوم من جدة بتعادل ثمين كرة ملعوبة ومحاولة للتقدم جارب نادي العربي البحث عن كرة عرضية تعود مجددا تمريرة والعرضية ملعوبة جاسر يحيى والرأسية هنا مامنا ولكن الكرة سهلة إلى قاسم برهان سهلة الكرة لقاسم برهان محاولة كانت موجودة وكرة كانت حاضرة مامنا مرت مباشرة الكرة السهلة إلى قاسم برهان نقل أمامنا والتقدم في الأمام تمريرة يوسف مفتاح إلى شنايتر واسل شنايتر كرة ممية من جارب شنايتر والنقلة تعود إلى ما دبوا ما دبوا إلى شنايتر اللمسة دائما السهلة بأقدام واسل شنايتر التمريرة هنا مامنا عايدة مجددا إلى شنايتر كرة ملعوبة عالية من جانب شنايتر ومحاولة تمر مباشرة الكرة المرحة لدينا الفريقان كلا منهم طبعا يدخل هذه المباراة لدينا الضيف يكرم دائما وبالتالي عند انقاس برهان حراسة المرمى لدينا يوسف مفتاح سعيد الحاج روبرت كويجادا وإلياس محمد ديوكو أمادو عاصمة دبوا عمر عبد الفتاح واسل شنايتر عبد العزيز حاتم وأحمد علاء أحمد علاء في الجانب الآخر لدينا مسعود زراعي إيفان فوستر طلال بلوشي سعد ناطب عبد الربو جاسر يحيى ديوكو كاردل عبد الله معرفين بالإضافة إلى أحمد فتحي وكاري كاري وحمد محسن الحربي هذه هي تشكيلة نادي العربي في مباراة اليوم قام بالسلام مسعود زراعي حكم صاح وحارس مرمى من ذوي الخبرة واصحاب الخبرة كورة ملعوبة وكما نشاهد في الصورة هنا أمامنا من هناك تلك الإنارة ملعب نادي الأهلي وبالتالي دائما فيما بينهم الموراية التي تلعب يعني بذيربي الهلال دائما تلعب بذيربي الهلال رمية تماث وكورة تمر مباشرة تمر رمية تماث تلعب للأمام محاولة هنا لها المرور والتمريرة بعد ذلك نقلة وكورة عائدة مجددا إلى حارس إلى منتصف الملعب محاولة للمسة أمامية وانطلاقة في الأمام على الطلاقة هنا تأتي أمامنا ومحاولة لتقدم لعوبة إلى قدسن يرعبها إلى كاري 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 الذي رد بقوة رد بقوة هذا اللاعب على من انتقدوه من قللوا بشأنه بداخل أرضية الملعب وانتفضوا مع النادي العربي ومحاولة هنا لها المرور كارتل داخل منطقة الجزاء والكرة مع حارس المرمى وقاسم برهان الكرة مع قاسم برهان نقلة كانت موجودة أمامنا ومحاولة كانت موجودة أمامنا والكرة مع قاسم برهان مباشرة مرت مع قاسم برهان اللعبة كانت حاضرة أمامنا ومحاولة كانت موجودة أمامنا ومباشرة الكرة مع قاسم برهان تعود إلى شنايدر يلعب التمرير في الأمام شنايدر إلى يوسف مفتاح عايدة من جانب يوسف مفتاح شنايدر إلى عبدالعزيز حاتم كرة من عبدالعزيز الذي يلعب مع أصدقاء الأمس النادي الذي نشأ منه وتربى فيه وعاش أياما طويلة جدا مع نادي العربي عبدالعزيز حاتم ملحوبة لشنايدر والكرة يا سلام لاعب دائما تستمتع وتستطرب بلمساته لويسل شنايدر وما يقدم للأمانة هذا اللاعب الممتع في أداءه والراقي جدا في أداءه هو وشابي إضافة ومتعة يعني زاهية لكرة القدم القطرية والدولي الياس يحاول أمامنا مرت الكرة من أمام الياس محمد شقيق يوسف أحمد الذي لعب للعربي ولعب للعربي وللسد من قبل وشقيق عادل أحمد الذي لعب لنارية الأهلي أيضا من قبل هنا شقيق أمالياس نقلة في الأمام وتمريرة كاري كاري يتقدم في الأمام بسرعة الانطلاقة من جانب كاري كاري والكرة العرضية ملعوبة داخل منطقة الجزاء ومرت من الجميع مرت من الجميع تصل إلى عمرو عبد الفتاح واحد من أفضل الأسماء التي قدمها هذا الموسم نادي الغرافة عمرو عبد الفتاح عائدة الكرة كرة منعوبة مباشرة للمتصف النقلة للأمام والمحاولة للتقدم تمريرة وكرة في المنتصف إلى شنايدر نقلة وتغيير تجاه اللعب مباشرة هنا التقدم في الأمام عن طريق يوسف مفتاح يوسف مفتاح يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء تمر الكرة وتصل إلى مدير عبد الربو الأسم اليمني لانطين ضم مؤخرا ومشكور للأمام والاتحاد الخطر للكرة القدم باعتبار أن اللعب اليمني هنا محاولة شنايدر وين يا الراجل وين بعيدة بعيدة كرة دويس ليش نايدر اللعب ندر أن يخطئ الحاضر أمامنا في الصورة لاعب يعني يكفي لما تتكلم عن حصائياته وعن أرقامه ويش لشنايدر ترى العجب الحجاب للأمانة وهذا أمر غريب اللعب لذا وصل لثلاثة وثلاثين عام ويش لشنايدر أي أكسى مستردام أعظم نادي هولندي ومن حمالقة الأنديا الأوروبية عبر التاريخ ريال مدريد الانتر ومن ثم قالت السراي نيس الفرنسي لم يعني لم رحلة لم تكن ناجحة كسابقاتها والآن مع نادي الغراف شنايدر يكفي أنه لما تتكلم عنه على صعيد الأرقاب الفردية جائزة يون كرويف اللي عب عام 2004 2008 بويفا تشامبينز ليك دوري أبطال أوروبا تشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا كان موجود فيها مع بوفون وكاسيس وفاندر سار ومع كارلس بيول وبيبي في الدفاع وماس كيرانو وفليب لام كان هو في منتصف الملعب شنايدر وشافي ومودريت وإنيستا وفابريغاس هذه اسماء كبيرة جدا كان موجود معهم هذا على صعيد الأرقاب الفردية ناهيك عن الأرقاب الأخرى كاس العالم 2010 حصل على الحذاء البرونزي في كاس العالم 2010 وعام 2010 وكاس العالم للأنديا الكرة الفضية حصل عليها أيضا ولاعب العام كلاعب الوسط عام 2009 وغيرها من الإنجازات العديدة التي تحسب له لكن موسم 2010 على الصعيد الجماعي والفردي أفضل موسم في حياة هذا اللحن وسل شنايدر كرة العب داخل منطقة الجزاء والتزديل من عبد العزيز حاتم مرت مباشرة مرت كرة عبد العزيز مرت كرة عبد العزيز حاتم كرة ملعوبة وتمرير ملعوبة الكرة للعمام وتمر مباشرة نمر مباشرة إلى خارج أرضيات الملعب وهنا المدرب الحاضر أمامك في الصورة المدرب التركي غضبان زعلان الحاضر أمامنا في الصورة هذا المدرب بولنوت بولنوت أنا صاحب الستة واربعين عام الذي كان يلعب كلاعب وسط مهاجم ومهاجم في كثير من الأحيان لعب لنادي سيفاس سبور في الملعب التركية وانترابزون سبور أكبر نادي لعب له هذا المدرب من تسعة وثمانين بدء مسيرته وإلى عام الفين واربعة ملعوب الكرة عمرو عبد الفتاح تقتهم للأمام والكرة العرضية تمر مباشرة للكرة العرضية تلعب للأمام ملعوب الكراب لمنتصف الملعب حاول هنا لتغيير التجال لعب والتقدم للأمام التمرير الأمامية والمحاولة للبحث عن كرة عرضية ملعوبة وإلى خارج أرضية الملعب تمر إلى خارج أرضية الملعب خطأ هنا مامنا وكرة تلعب داخل منطقة الجزاء التسجيلة تمر مباشرة إلى خارج أرضية الملعب تلعب مباشرة تمريره ومحاولة لتقدم لقطة كارت مجودة مامنا ومحاولة تمر مباشرة للكرة الماضية تعود مجددا لمنتصف الملعب أحمد فتحي يلعب الكرة تمريره ونقل في الأمام المحاولة لأتقدم والانطلاق وإشارة إلى وجود خطأ فيه اللقظة الماضية خطأ في الكرة الماضية مضت حتى الآن ربع ساعة على زمن الشوط الأول وما زال الحال على ما هو عليه لحين اللحظة تمريره وكرة ملعبة للمنتصف ما دبو عاصم شنايدر عبدالعزيز حاتم نقلة من جانب عبدالعزيز تمر الكرة من أمام عبدالعزيز حاتم وتصل إلى شنايدر يلعبها لعاصم ما دبو تقدم في الأمام عن طريق عاصم ما دبو يلعب الكرة إلى شنايدر شنايدر التقدم في الأمام والتمريرة من جانب عبدالعزيز أمامية باحث هنا عن عرفية للياس والكرة تمر بعد ذلك كرة الياس وتصل لصالح النادي العربي جاسر يحيى مرور من جانب يا سلام من الأول من الثاني مرور بصورة ممتازة يلعب الكرة يا سلام بصورة جميلة من جانب ياسر بصورة رائعة والمحاولة هنا لأتقدم زارت موجودة أمامنا قاردهيل وتمر الكرة من أمام قاردهيل سقط أحمد فتحيم وسقطت هجمة العربي في اللقطة الماضية بكل تأكيد النجم الأول للنادي العربي غياب له أثرا هذا أمر واضح تماما وهنا نتكلم عن طبعا خلفان أبراهيم خلفان كرة ملعوبة محاولة ليتغير تجال لعب وتمريره تمر مباشرة الكرة الماضية نقلة للأمام والبحث عن تسديل مرت مباشرة كرة كانت حاضرة مرتدة راكلة حرة مباشرة وكرة تلعب علينا ما منعوب الكرة تصل لمنتصة في الملعب حاول كرة تحاضرة حاول ملعوبة والكرة إلى خارج أرضية الملعب مرت إلى خارج أرضية الملعب الكرة الماضية رميد تماث محاولة ملعوبة محاولة ملعوبة اتصل مباشرة للأمام كرة ملعوبة في منتصف الملعب لصالح النادي العربي نقلة في الأمام وإلى رمي التماس تمر الكرة تعود مجدداً نقلة ومحاولة المرور المرور هنا مامنا والفرصة لصالح النادي العربي كارتيل وإلى خارج أرضية الملعب حاول فيها الكرة الماضية مرت إلى خارج أرضية الملعب محاولة كانت موجودة وديوكو كارتيل كان في محاولة الكرة الماضية مرت مباشرة إلى خارج أرضية الملعب اللبطة كانت موجودة ومحاولة من جانب ديوكو كارتيل مرت مباشرة ملعوب الكرة كرة تمر إلى خارج أرضية الملعب رمي التماس لنادي العربي وكرة تلعب مباشرة رمي التماس تصل لمنتصف الملعب نقلة هنا أمامنا إلى يوسف مفتاح تعود لعاصم ماذيبو عاصم ماذيبو ومرت إلى رمي التماس رمي التماس إلى كاري كاري خطأ على سعيد الحاج تعود الكريلم سعود زراعي تمريرا وكرة تستخلص مباشرة تستخلص وتصل المحاولة هنا أمامنا نقلة للأمام والكرة من جانب معرفي يلعبها مباشرة الليلة أمام عبد الربو مستخلصة من جانب عبد الربو موسيقى ركلة حر مباشرة في مباراة حادي موسيقى موسيقى فيما بينهم يعني كنا ننتظر ونترقب أو نتمنى حتى مستقبلا أن يكون الحال أفضل مما هو عليه الآن تلعب الكرة من الياس تمر مباشرة حاول تمريرا ومحاولة للمرور هنا الانطلاق داخل منطقة الجزاء والكرة ملعوبة مع عمرو وإشارة إلى وجود خطأ على كاري كاري خطأ على كاري كاري لقطة كانت حافرة أمامنا وإشارة إلى وجود خطأ على كاري كاري تمريرا 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 حاول مباشرة كرة تلعب حول منطقة الجزاء والتزديد وإلى خارج أرضية الملعب مرت إلى خارج أرضية الملعب الكرة الماضية حاولا تمريرا 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 بالسلامة 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 تدخل كان من جارب عاصم ما دبوا هنا ما من أول بطاقة الصفراء على عاصم ما دبوا عاصم واحد من الأسماء وأعتقد من الأسماء الجميلة التي أنجبتها كرة القدم القطري في الآون الأخيرة ولكن شخصية هذا اللاعب داخل أرضية الملعب شخصية حامية شخصية حامية على الصعيد الشخصي من يتعامل معه ومن يعرفه وهو سمعة بين اللاعبين من أكثر اللاعبين خلقاً وأخلاقاً والتزاماً وللأمانة تفخر بشخصيتها لكن في اللعب لاعب حامي جداً وأعتقد بمضي المباريات واكتساب الخبرات قطعاً هناك بعض من الأمور ستتطور بصورة كبيرة جداً خصوصاً في موضوع الاندفاعات والحصول على البطاقات في بعض الأحيان طبيعته كذلك لعب حامي جداً لا يرضى بالهزيمة لا يعترف بالانهزامية لا يرضى بالخصارة يغضب للخصارة يحب لغة الانتصارات حتى في الحوارات البدنية بينه وبين أي لعب لا يرتضي أن ينهزم أبداً أبداً لذلك تجد تدخلاته بقوة وهذا لعب الارتكازي اللي تحتاجه دائماً تحتاج له ولكن التمان لله لكن يبقى قطعاً وأنا شخصياً أعتقد ذلك على مستوى الخريج ستكون لك كلمة كبيرة جداً بمضيف سنوات سيكتسب خبرات كبيرة جداً في التدخلات وعدم الحصول على البطاقات المجانية في بعض الأحيان هذه أمور تأتي بالخبرة بكل تأكيد والتعلم من عول الكرة مباشرة كرة تصل ليوسف مفتاح يوسف مرت الكرة من جانب يوسف مفتاح كرة ملعوبة مباشرة لصالح النادي العربي نقلة تمريرة والمحاولة مباشرة تصل هنا أمامنا محاولة لتقدم تمريرة وكرة تلعب مباشرة مباشرة لمنتصف الملعب تمرير للأمام والمحاولة لتقدم للحاضر أمامنا في الصورة هنا أحمد فتحي أحمد فتحي حول منطقة الجساء باحث عن كرة ملعوبة تمر الكرة وتصل مجدداً لصالح النادي العربي ما زال الحال على ما هو عليه مشاهدين ومتابعين الكرام كرة ملعوبة مباشرة وانطلاقة داخل منطقة الجساء أحمد علاء باحث عن فرصة أحمد علاء يحاول هنا ممنع في كرة عرضية أحمد علاء محاولة كانت موجودة من جانب أحمد تصل إلى عبدالعزيز حاتر تعود من جانب عبدالعزيز وهنا تسديد مسافة بعيدة وأتصل إلى الياس العربية من جانب الياس والكرة مع المسعوز الراهي كرة كانت حاضرة أمامنا مباشرة للأمام ومن جانب النادي العربي التقدم أمامنا والكرة تلعب اللي منتصف الملعب ملعوبة تمرير أماميا مستخلصة من جارب عمرو عبدالفتاح تمر الكرة للمنتصف وتعود هنا مامنا حاولة كاري كاري يلعب الكرة في منتصف الملعب كاري كاري وما زال حتى الآن كل ينتظر واقع هذه المباراة التي لم تأتي بأسرارها لحين اللحظة تغيير تجاه اللعب وكرة في الأمام الياس يحاول التقدم الياس يلعب التمرير للشنايدر شنايدر السلام على البينية وعبدالعزيز بعرفية والتقية النفاعية حاضرة مباشرة من جارب معرفي لطة كانت أمامنا ومحاولة مرت الكرة مباشرة مرت مباشرة للكرة لكن تمرير شنايدر كلام آخر كلام آخر تمريرة ويسل شنايدر كلام آخر شوف هنا اللقطة التي أتت أمامنا والكرة التي أتت أمامنا وكانت تحتاج للمتابعة اللعبة الماضية كانت تحتاج للمتابعة كرة منعوبة في مباراة حتى الآن ما زال الحال على ما هو عليه فيها عاصم ما دبه يلعب الكرة في الأمام عاصم ما دبه نقل إلى عمرو عبدالفتاح عمرو عبدالفتاح كرة منعوبة من جانب عمرو عبدالفتاح والعرفية داخل منطقة الجزاء ومن القادم لا وجود للاعب قادم لا وجود للاعب قادم تمريرة تعود مباشرة تعود مباشرة الكرة وتنقل هنا أمامنا وتصل مجددا الكرة في الأمام إلى عاصم ما دبه عاصم يلعب الكرة عاصم تمريرة الياس إلى عبدالعزيز حاتم شنايتر توكل الكرة إلى ويسلي شنايتر وتغيير التجال لعب من جانب شنايتر يوسف مفتاح العرفية ملعوبة من جانب يوسف مفتاح وإلى حارس المرمى مباشرة تولحب مباشرة لحارس المرمى نقل هناك كانت موجودة أمامنا وسهلة لمسعوز الرائي مباراة يغلب عليها الصمت مشاهدين متابعين الكرام هذه المباراة تعود الكرة مجددا إلى الحاضر أمامنا فيها الصورة يعني لنادي الغرافة عن انطلاقة في الأمام منعوب الكرة من جانب نادي الغرافة والانطلاقة هنا مباشرة كرة وأيضا الخطأ حاضر في اللقبة الماضية ولصالح يوسف مفتاح ما زلنا ونترقب مشاهدين الكرام الجديد في هذه المباراة الحال على ما هو عليه لحين اللحظة كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء الرأسية واليبعاك مباشرة يأتي تعود مجددا حاول منطقة الجزاء لشنايتر بكرة ملعوبة لأحمد علاء محاولة من جانب أحمد علاء للتقدم للأمام والعرفية ملعوبة أيضا تمر الكرة وإلى خارج عرفية الملعب تمريرا وكرة إلى شنايدر التزديد وإلى حضار مسعود زراعي تمريرا كرة تراب ونقلة أمامية كاري كاري يحاول الحفاظ على الكرة هنا كاري كاري باحث عن التقدم تمريرا بصورة جميلة من جانب كاري كاري بعض من ملامح وكأنك يعني بعض ملامح إبراهيم أنداي اللعب الذي لعب هنا ولاعب السابق الذي يعني لعب الفترة رئيسة يتهينا وموجود مع نادي أم صلال إبراهيم أنداي والذي لعب لدخول أيضا شنايدر محاول لحفاظ على الكرة مرت مباشرة بالسلامة بالسلامة لوسل شنايدر حاول كانت تقدم ووسل شنايدر وبالسلامة بالسلامة لهذا النجم حاضر أمامنا فيها الصورة اللعب الذي كما ذكرت أبدعه وتألقه ويعني كان صيت عاليا على مستوى العالم لا على مستوى يعني شنايدر اسمه وحسب في عام 2010 عندما قدم كل شيء في ذاك العام الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2010 2009 2010 كأس إيطاليا 2009 2010 السوبر إيطاليا 2010 بطولة كأس العالم للأندية النهائي في أمام ما زينبي 3 صفر كان وأيضا يعني حصل على البطولة بالإضافة لكأس العالم المركز الثاني 2010 شرب تمريرا كورو منعوبة حاول للتقدم والانطلاق تعود مجددا تمريرا وكورو مباشرة مباشرة للأمام نقلة وكورو داخل منطقة الجزاء الفرصة لعمرو عبد الفتاح وتمر الكرة من أمام عمرو عبد الفتاح حاول كانت موجودة مرت من أمام عمرو عبد الفتاح نقلة كانت حاضرة ومحاول كانت حاضرة مرت مباشرة من أمام عبرو عبد الفتاح اللفظة كانت ملعوبة هنا مرت بصولة جميلة جدا ومرت مباشرة الكرة كرة داخل منطقة الجزاء وتمر أيضا الكرة تمر أيضا الكرة تقود مجددا للأمام من جانب نادي العربي تصل للمنتصف نقلة وانطلاق للأمام مباشرة عن طريق أي جاسر يحيى جاسر يحاول التقتم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تمريرا وكرة تصل مباشرة لمنتصف البلعب أحمد علاء تقدم في الأمام عن طريق أحمد علاء هو محاولة تزديد تمر بعد ذلك كرة ملعوبة ومحاولة تمر مباشرة النقلة الماضية النقلة الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المنتصف ومحاولة تلعب مباشرة التمرير للأمام النقلة هنا مامية واليأس يبحث عن كرة عرضية وإلى خارج عرضية الملعب كرة اليأس تمر مباشرة كرة اليأس إلى خارج عرضية الملعب حاول كانت للتقدم والنقلة كانت موجودة إبعاد يأتي مجددا أمامنا يعني حتى الآن لا جديد في واقع المباراة لا جديد في واقع المباراة لحين اللحظة ما زلنا في الترقب والانتظار ما زلنا في الترقب والانتظار تمرير منعوبة وكرة الرأسية وإلى خارج عرضية الملعب شوف المحاولة التي أتى تمامنا والكرة التي أتى تمامنا مرت مباشرة كورو ملعوبة نقلة مباشرة تمرير من جانب عاصم ماديبو نقلة في الأمام عن طريق عاصم ماديبو تمرير عائدة إلى شنايدر ملعوبة كرة شنايدر ونقلة هنا من جانب يوسف مفتاح يلعب العرضية وإلى خارج أرضية الملعب أيضا إلى خارج أرضية الملعب هجوميا الغرافة أفضل حتى الآن بالواقع الهجومي وما نراها مامنا ركلة ركنية وكرة داخل منطقة الجزاء والهدف الأول الهدف الأول يأتي أخيرا في هذه المباراة يدون نادي الغرافة بعد عرفية رائعة تأتي هنا الابتسامة والفرح الأولى لنادي الغرافة عن طريق الحاضر أمامنا في الصورة المتافع المتألق روبرت جادا لقطة ممتازة العرضية الملعوبة والمتابعة بعد ذلك مباشرة والكرة في الشباك معلنة عن الهدف الأول في هذه المباراة لنادي الغرافة هدف أول إذن يأتي لنادي الغرافة إذن بعد مرور وقت يعني ليس بالهين أخيرا يأتي الهدف والغرافة باحثا كما ذكرت يعني عن بلوغ المربع والتشبث به 32 نقطة فارق لقطة عن المصلال وبالتالي يتمح جاهدا للفوز في هذه المباراة التي ستعني له الكثير إذا ما تحقق الانتصار خصوصا المباراة هذه والمباراة القادمة ستكون أمام النادي قطر أيضا تمريرا تمريرا وإشارة إلى وجود خطأ بالسلامة بالسلامة بطاقة صفراء تأتي على مدير عبد الربو تدخل كان بقوة من جانب عبد الربو هنا على قدم الحاضرة ممن ألياس تعود الكرة مع عاصمة دبو كورا للأمام وتمريرا كورا ملعوبة شنايدر يلعب الكرة أمامية مشارة إلى وجود خطأ الضبان الزعلان رمى كم كلمة بالأولندي كذا شنايدر برضو غاضب من على معرفها في اللقبة الماضية خطأ وشنايدر أمامنا في تنفيذ الخطأ شنايدر في تنفيذ الخطأ كورا تلعب من جانب شنايدر داخل منطقة الجزاء ويأتيها لإبعاد مباشرة تعود إلى مفتاح يوسف مفتاح يلعبها حول منطقة الجزاء مرت الكرة من أمام يوسف مفتاح محاولة للتقدم والانطلاقة عايد الكرة مجددا هنا أمامنا التمريرة والكرة منعوبة وإلى رمي التماس كرة تلياس إلى رمي التماس ترجمة نانسي قنقر 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 وهنا مؤيد من الممكن يكون اسم قادم إلى داخل أرضية الملعب مؤيد حسن يعني واحدة من الأمور التي تحسب لمدرب الغرافة تركيا الجديد نوت أنه يعني كثير من الأسماء أضاف لها الكثير كثير من الأسماء أضاف لها الكثير وقدم لها الكثير أكثر من أسم أبدع معهم يعني وأعطاهم الثقة الكبيرة جدا مدرب الفريق وبالتالي عادوا بقوة ومنهم مايد حسن لدينا كرة منعوبة مباشرة تلعب الكرة لمنتصف البلعب محاولة في لحظات أخيرة أعتقد ستأتي مباشرة صافرة الختام على واقع هذه المباراة التي ظلت كما ذكرنا يعني الصامتة إلى أن أتى الهدف الأول عن طريق نادي الغرافة تمريرا والكرة ملعوبة إلى أحمد علاء يلعب الكرة إلى شنايدر شنايدر بمحاولة التقدم رمي التماس ومحاولة هنا فرصة لصالح نادي العربي داخل منطقة الجزاء وإلى خارج أرضية الملعب تمر الكرة مباشرة صاحب الهدف الوحيد جاد في المباراة تمر الكرة مباشرة وسهلة إلى قاسم ملحان والسلامة والسلامة لمدير عبر أخو والسلامة وسنرى أعتقد قرار المساعد أثار يعاني حفيظة لعبية الغرافة وأعتقد أن هناك رأي قادم في هذه اللقاء سنرى بالإعادة هنا اللقاء التي تمامنا وهنا التدخل كان موجود في الكرة الماضية من جانب عبد الربو وشوف الإعادة هنا حارس المرمى هذه حارة طبيعية بالنسبة لقاسم برهان وأعتقد من وجهة نظري أن اللقطة لم تكن مقصودة لأنه طبيعي جدا هذه من الصغر حارس المرمى يدرب في الالتحامات على التدخل بهذه الطريقة وقاسم برهان عندما نزلت قدمه لم تتجه بالتجاه عبد الربو بغرض الإيذاء أبدا وإنما عبد الربو هو اللي احتك مع قاسم برهان وبالتالي سنرى هنا قرار المساعد الحاضر أمامنا في الصورة وبالتالي عن اللقطة قرار خميس المرمى القرار الذي اتخذ بطاقة حمراء بطاقة حمراء بطاقة حمراء تأتي على قاسم برهان بطاقة حمراء تأتي على قاسم برهان وأعتقد ردة فعل قاسم برهان الليل الأمان فيها شعور ببعض من الظلم الليل الأمان على اللقطة شاهدناها لقطة كانت لم يكن فيها شيء لم يكن فيها شيء اللقطة لقطة فيها بعض من لن أقول الظلم الجائر وكون قاسي على حكم المباراة ولكن طبيعي جداً في مثل هذه الأمور أن ترى حارس المرمى كما ذكرت من الصغر يدرب حارس المرمى طبيعي لحظة خروجة تكون القدم اليمنى أو اليسرى في حالة ارتفاع قاسم برهان قدمه لم تتجه بالتجاعد دربه بغرض الإذاء وإنما اللاعب هو الذي أتى لقدم قاسم برهان وبالتالي يعني جاء قرار حكم المباراة وبالإعادة تضحت أن قرار يعني لم تكن هناك أي نية لقاسم برهان للإذاء لم تكن أي نية لقاسم بالإذاء إذن الحارس دخول إذن تبديل قادم إلى داخل أرضية الملعب وسنرى الزملاء أيضاً ستكون لهم كلمة حول هذا الأمر شوف شنايدر يوضح لحكم المباراة أن هذه المنطقة هي منطقة حارس المرمى في تدخله وأيضاً يتحصل على البطاقة الصفراء وارتضى بالأمر تماماً قاسم برهان وخرج إلى خارج أرضية الملعب وفيه من الحيرة ما فيه لقاسم برهان شنايدر وبعض من علامات يعني عدم الرضاة كانت وضع إذن البديل البديل إذن حارس المرمى يوسف حسن واحد من الأسماء أيضاً اللي تألقت وأبدعت يأتي إلى داخل أرضية الملعب يوسف حسن إذن يوسف إلى داخل أرضية الملعب هل هذا الأمر يلقي بضلالة على أداء الغرافة في مستقبل الشوط الثاني نانتظر ونترقب إذن إلياس إلى خارج أرضية الملعب ويوسف إلى داخل أرضية الملعب يوسف إلى داخل أرضية الملعب ويوسف إلى داخل أرضية الملعب ويوسف إلى داخل أرضية الملعب يوسف حسن ويوسف حسن هنا الورقة التي أعطيت لي ويسلي شنايدر ولدينا هنا إذن ركل الجزاء للصالح النادي العربي ركل الجزاء لصالح النادي العربي يوسف حسن هل تكون اللقطة الأولى ليوسف فيها تصدي لألعد يوغو غارتل أم لغارتل وظل العربوية تقدم في الأمام والكرة في الشباك هدف لصالح النادي العربي وكان كان كان أن يتصدى لها يوسف ولكن الكرة تأبى إلا أن تعانق الشباك معلن عن هدف التعادل لنادي العربي معلن لهدف التعادل لنادي العربي وهو هدف ختام الشوط الأول إذن هدف عرباوي هدف إذن مشاهدين الكرام يعلن بختام شوط المباراة الأول بين العربي وبين الغرافة وننتظر إثارة من شوط الثاني الكلمة الآن تعود للزملاء في الاستوديو التحليم كرام عبر قنوات بين سبورتس وأسعد الله وقادكم بكل خير ومحبة ها هنا نلتقي عبر مطلع الشوط الثاني من هذا اللقاء الذي يجمع بين فريقي العربي والغرافة ضمن الأسبوع الـ 21 من الدوري القطري شوط المباراة الثاني ينطلق أمامنا الآن وأعلن حكم المباراة خميس المري عن انطلاقة شوط المباراة الثاني بين فريقي العربي والغرافة بعدما انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما لقدم نادي الغرافة بهدف عن طريق اللاعب روبرت خوسي جادا وبعد ذلك جاء الرد لصالح نادي الغرافة عن طريق اللاعب ديكو غارديل نادينا حال الطرد بخروج قاسم برهاني لخارج أرضية الملعب بعد تدخل عليه الكثير من الحديث مع اللاعب مدير عبد الربو شوط المباراة الثاني إذن يبدأ أمامنا الآن شوط منتظر فيه الكثير بين الجانبين لدينا تبديلي من جانب الغرافة يوسف حسن دخل بديلا لقاسم برهاني بعد الطرد وخرج طبعا اللاعب الياس محمد ودخل مؤيد حسن بديلا للاعب سعيد الحاج وبالتالي الغرافة يوسف حسن يوسف مفتاح روبرت كويجادا بيوغا أمادو عاصم ما دبو عمر عبد الفتاح شنايدر عبد العزيز حاتم أحمد علاء مؤيد حسن ويوسف حسن باللون الأصفر يلعب نادي الغرافة بينما نادي العربي يدخل هذه المباراة بلونه الأحمر مسعود زراعي حراسة المرمم إيفان فوستر طلال البلوشي سعد ناطق ومدير عبد الربو جاسر يحي دياغو قاردل عبد الله معرفي أحمد فتحي وأكوامي كاري كاري خرج حمد محسن ودخل يوسف رمضان نريف على نذان العشاء شاهدين الكرام في مدينة الدوحة ونصمت إلى حين انتهى الصوت الحق يوسف حسن شكراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومباشرة أيضا الكرة إلى خارج أرضية الملعب تمر الكرة إلى خارج أرضية الملعب نقلة كانت موجودة أمامنا ومحاولة كانت حاضرة أمامنا ومرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب تلعب الكرة من جارب شنايدر والتزديد وابعاد من جارب مسعود زراعي لقطة كانت حاضرة أمامنا ومحاولة وابعاد من جارب مسعود زراعي في اللقطة الماضية كرة لعبة مباشرة ومحاولة أيضا مرة الكرة الماضية تعود مجددا نقلة نقلة للأمام ومحاولة كرة ملعبة تمرير أمامية وكرة تمرير خارج أرضية الملعب حاولة كانت حاضرة وكرة ملعبة حاولة التقدم والتمرير نقلة في الأمام وتمرير تمر مباشرة المحاولة والتمرير تمر بعد ذلك تمرير في الأمام وكرة تصل إلى عبد العزيز حاتم كرة للأمام محاولة للتقدم والانطلاق وأول بأول يأتي الاستخلاص أمامنا استخلاص كرة تعود مباشرة هنا في الأمام وتمريره ولكن تمر بعد ذلك الكرة وتصل سهلا لحارس المرمى تصل سهلا لحارس المرمى الكرة الماضية تلعب مباشرة لمنتصف الملعب مجددا محاولة المرور عمرو عبد الفتاح تقدم في الأمام من جانب عمرو عبد الفتاح تعود كرة ويسل شنايدر يلعب الكرة في الأمام ويسل شنايدر نقلة وفرصة كاري كاري وخروج ليوسف حسن وقبل ذلك راية التسلل حاضرة تحاول كانت حاضرة أمامنا مرة مباشرة للكرة ملعوب الكرة مجددا للأمام كرة تلعب مباشرة هنا أول بأول يأتي بعاد الكرة على الطريق مسعود زراعي مسعود كما ذكرت صاحب خبرة طويلة جدا مسعود زراعي دورة كبيرة جدا أداء كبيرة جدا للأمانة ويعني يقدم مباريات بصورة جميلة جدا وصورة رائعة المحاولة منعوبة والكرة عائدة وإشارة إلى وجود عائدة الكرة إلى مدير عبد الربو مباشرة للأمام تمريرة شنايدر يلعب الكرة أمامنا شنايدر حاول المرور والتقدم ما زالت التمريرة موجودة وأول بأول تبعد الكرة تبعد أول بأول تصل مجددا للمنتصف وهنا مع عبد الله معرفية وإشارة المؤيد تلعب مباشرة كرة مؤيد حسن ملعوبة كرة مؤيد تصل إلى شنايدر شنايدر بتمرير أمامية إلى مؤيد حسن مؤيد يحاول التقدم في الأمام والكرة العرضية عن طريق مؤيد وتعود سهلة بعد ذلك الكرة هنا أمامنا المحاولة ونقلة إلى يوسف مفتاح تلعب في الأمام كرة يوسف مفتاح والتمريرة حاول منطقة الجزاء المرور بصورة أو بكرة موجودة أمامنا والنقلة أول بأول تبعد بعد ذلك عائد الكرة مباشرة حول منطقة الجزاء عمرو عبد الفتاح وتمر بعد ذلك الكرة من أمام تمر مباشرة الكرة تعود مجددا لمنتصف الملعب تمريرا ونقلة في الأمام من جانب مؤيد باحثا عن المهارة مؤيد والتقدم من جانب مؤيد والتقضي النفاعية على مؤيد حسن تقضي على مؤيد حسن ترجمة نانسي قنقل موسيقى 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 تصل الكرة مجددا إلى مادبو عاصم مادبو يلعب الكرة مادبو مستخلصة كرة مادبو كرة كانت حاضرة وإشارة إلى وجود خطأ فيها اللقطة الماضية نقل أمامي وتمرير مباشرة تلعب أمامنا حاول للتقدم تمرير وكرة مباشرة أمامنا المحاولة للتقدم تمرير وتغير اتجاه اللعب كرة أمامية والمحاولة ما زالت موجودة أمامنا تصل مباشرة إلى ويسل شنايدر ويسل شنايدر بيكون داخل منطقة الجزاء وتأمر بعد ذلك كرة ويسل شنايدر لقطة كانت حاضرة ومحاولة مرت مباشرة الكرة التمرير منعوبة اللي صالح النادي العربي حاول التقدم هو الكرة تمر انطلاق من جانب كاري كاري ومحاولة التقدم على الطريق كاري كاري تمر كرة كاري كاري مؤيد حسن يتقدم هنا مامنا مؤيد مؤيد يحاول المرور مؤيد تصل الكرة لعبدالعزيز حاتم عبدالعزيز التقدم عن طريق عبدالعزيز والانطلاق من جانب عبدالعزيز ما زالت الكرة مع عبدالعزيز والتقضي بعد ذلك على عبدالعزيز تقضي على عبدالعزيز استصل مباشرة للأمام تمريره ومحاولة تزديده ومرت مباشرة الكرة لقطة كانت حاضرة أمامنا ومحاولة كانت حاضرة أمامنا هنا أمامنا مرت الكرة مباشرة نقل كارت موجودة أمامنا ومحاولة مرت وعدت مباشرة كرة كانت موجودة ولعبة كانت حاضرة حاضرة أمامنا مرت مباشرة تتهوى للمحاولات إذن على المرميين شوطن ثاني شوطن ثاني يتبدل فيه الحال ويتغير فيه الحال حاول من جانب أحمد علاء مرت كرة أحمد علاء شوف اللغة تلاتت من جانب أحمد والإبعاد عن طريق مسعود زراعي بصورة ممتازة كان من جانب مسعود زراعي تمريرة وكرة حاول منطقة الجزاء كرة تلعب للأمام محاولة وتقدم داخل السلام يا عمرو والإلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب مرت كرة عمرو محاول كانت عن طريق عمرو عبد الفتاح مرت كرة مباشرة مرت كرة مرت كرة منجار بلاد الغرافة كرة مع مدير عبد ربو عبد ربو ملعوبة كرة عبد ربو تمريرة إلى عبد العزيز أو مؤيد حسن منعوبة كرة مؤيد إلى مادبو تلعب كرة مادبو إلى شنايدر مرت كرة من أمام شنايدر وتمريرة تصل إلى كاري كاري نقل إلى كاري تلعب مباشرة للأمام الانطلاقة أحمد فتحي تقدم للأمام عن طريق أحمد فتحي التمريرة من جانب أحمد فتحي وكرة داخل منطقة الجزاء وسهلة إلى حارس المرب تلعب الكرة أحمد علاء إلى شنايدر شنايدر يحافظ على كرة شنايدر والتدخل بعد ذلك جاسر يحي ياسه لا مرور من جانب ياسر وجاسر وسهلة إلى يوسف حسن من كرة تلعب كرة يوسف حسن تلعب مباشرة أحمد علاء حفاظا على الكرة وتمريره وتمريره تعود مجددا حاول لي تغيير تجاه لعب مؤيد حسن يحاول تقدم أمامنا مؤيد حسن مؤيد حسن يتقدم للأمام وهنا العرفية والكرة ملعوبة من جاسر يلعبها للأمام جاسر جاسر وإلى غارج عرفية الملعب ناقلة كانت حاضرة مرت الكرة إذن كرة تلعب وتعود مجددا تمريره وكرة مرب مباشرة إلى منتصف الملعب تقدم للأمام كرة تبعد مباشرة أمامنا محاولة تتقدم لصالح الغرافة أحمد علاء وشنايدر سلام يا مسعود يا سراعي سلام يا مسعود يا سراعي لقطة كانت حاضرة وكرة كرت موجودة مرت مباشرة الكرة الماضية تقدم كان أمامنا ومرت مباشرة مرت مباشرة لقطة كانت حاضرة ومحاولة كانت حاضرة وإبعاد أتى مباشرة في اللقطة الماضية إذن كرة داخل منطقة الجزاء عبد العزيز حاتم يحاول هنا ممنع عبد العزيز وكاري كاري هنا الضغط يأتي من جانب كاري كاري وحمع يوسف مفتاح والكرة إلى يوسف حسن تصل إلى يوسف حسن ناقلة كارث من جانب يوسف حسن تصدي عن طريق يوسف وهنا العرضية إلى عنوان الكرة الماضية ما الحل هذا هو السؤال الذي يطرح على نفسه مدرب نادي الغرافة حتى حين اللحظة تمريرة وكرة مامنا تصل مباشرة لمنتصف الملعب شنايدر يلعب الكرة في الأمام شنايدر يلعب التمريرة إلى مؤيد حسن مؤيد عائدة كرة مؤيد مباشرة تغيير تجال لعب والتمريرة تعود من جانب يوسف حسن تلعب للأمام نقلة ومحاوية سلام شنايدر عبدالعزيز مؤيد مؤيد باحث عن التقدم والانطلاق في الأمام مؤيد العودة لشنايدر وهنا الكرة العرضية ملعوبة كان يبحث في اللقطة الماضية عن عبدالعزيز حاتم الغرافة بلا مهاجم صريح غيابات مهدي طارم يغيب كمهاجم صريح له أثرة وهنا لعبة ما لها داعي لم يكن لها داعي هابدا الكرة الماضية والبطاقة قادمة لا محالة هنا يوسف حسن خرج عن طوره بعض الشيء ولكن بعد ذلك عادة مجددا لطوره من طريق يعني اعترافة ومن طريقة يعني استسماحة واعتذارة للاعب أصلا خلوق بكل الأحوال لاعب على خلق عالي جدا يوسف حسن هنا واضح لدينا قاسم برهان حاضر أمام نفيه الصورة قاسم برهان وبجانبه أيضا طبعا محمد الحاج اللاعب السابق وأيضا واحد من الإداريين النشطاء أحمد أيضا من الإداريين النشطاء والمتألقين بصورة كبيرة أيضا يعني بدور كبير جدا مع نادئ الغرافة يعني كثير من على صعيد الدوري القطري نرى كثيرا من للأمانة الأسماء التي تبرز وهذه تعطى حقها يعني ليس على صعيد فقط الجانب الكروي ولكن عبر جوانب عدة عبر جوانب عدة تجد هناك أسماء يعني تبرز وتتألق بصورة كبيرة جدا وتقدم يعني نفسها بصورة كبيرة جدا ملعوب الكرة حول منطقة الجزاء والكرة داخل منطقة الجزاء تمر مباشرة تمر مباشرة لدينا تبديل محمد سالم المال إلى داخل أرضية الملعب لاعب من الأسماء التي ظهرت 2004 ظهرت مع الفريق الأول وتألق وفي كاسر خليج التي قيمت في قطر كان من الأسماء التي تلعب بصورة أساسية كان من الأسماء التي تلعب بصورة أساسية يعني أول مباراة لقطر لعبتها كان أساسي وأذكر تماما دخل بديل أحسين ياسر بعد ذلك وتألق حسين ياسر في تلك المطولة هو وليد جاسم وأهد قطر اللقاء مع مجموعة رائعة هنا العرضية والكرة مع يوسف حسن كرة مع يوسف حسن تلعب مباشرة أتقدم هنا مامنا ونقلة للأمام محاولة محاولة تمر الكرة مباشرة تمرير أمامية وكرة إلى كوري كوري ومع يوسف حسن الكرة محاولة كانت موجودة وكرة كانت حاضرة حاضرة أمامنا ولكن بالمرصد بالمرصد كاري كاري تصدي بصورة ممتازة من يوسف حسن لقطة كانت جميلة ولعبة كانت رائعة 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 والتصدي يأتي من جانب كاري كاري تصدي من كاري كاري بصورة ممتازة تلعب الكرة للمنتصف تلعب الكرة تقلت تقلت من الأمام والعرضية داخل منطقة الجزاء فعلها كاري 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 فعلها ودور الهدف الثاني كاري كاري دور الهدف الثاني كاري كاري بصورة جميلة وبصورة رائعة يضع الكرة في الشباب كاري كاري متونا الهدف الثاني ويؤرق الحال على نادي الغرافة هدف ثاني إذن لكاري كاري هدف ثاني لكاري كاري الكرة مباشرة العرفية ملعوبة وفي الشباب مباشرة معلنا ثاني الهدف محمد سالم المال بعرفية وكاري كاري مولع 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 وله من اسم نصيب كاري كاري له من اسم نصيب يضع الكرة في الشباك ويعلن عن الهدف الثاني هنا يرد على كل من انتقده وقلل من امكانياته وقال ان هذا اللاعب ليس لديه ما يقدم لكرة القدم او للانذية وبالتالي مع كل احتفالية يرد بلغة الاقدام لا يرد بلغة اللسان والكلام او لا يرد بالكلام بل بلغة كرة القدم ملعوب الكرة مباشرة التمريرة وكرة في الامام والى خارج ارفيات الملعب شنايدر تلعب كرة شنايدر نقلة ومحاولة لها المرور ما زالت الكرة موجودة امامنا والتزديدة ولكن تمر بعد ذلك الكرة تمر مباشرة الكرة العربي يعني انتفض في لحظات نادي العربي انتفض نادي العربي وبصورة مغايرة هنا الكرة الى خارج ارفية الملعب كرة محاولة دربك في اللقظة الماضية وتمريره تمر وتبعد الكرة تلعب هنا امامنا نقلة وتمريره عرضية وتمر مباشرة الضغط يتواصل الضغط قطعا يتواصل الضغط يتواصل الضغط والمحاولة لتقدم وتمريره حول منطقة الجزاء احمد علاء وسط الزحمة باحثا عن تمرير احمد علاء وتمر كرة احمد علاء تصل مجددا لصالح النادي العربي الاداء ارتقى بعض الشيء بعض الشيء ارتقى العربي هليف على الثلاثية والبعث انه قرديل 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 ولكن التقدم والاشارة لوجود خطأ بعد ذلك اشارة الى وجود خطأ مرت الكرة وصلت الى منتصف الملعب وصلت للمنتصف محاولة وكرة داخل منطقة الجزاء استخلاص سيدي امامنا وتمريره تمر مباشرة النقلة للامام وتمريره تلعب مباشرة تمريره تلعب مباشرة عن كرة بينية تمر الكرة البينية وتصل مجددا للامام مؤيد يحاول التقدم مؤيد حسن والتمرور اللي الامام ما زالت الكرة موجودة امامنا مؤيد مستخلص الكرة هنا امامنا تبعد مباشرة نقلة نقلة وتمريره نقلة امامي وكرة تمر مباشرة وتصل للامام عن طريق مؤيد حسب مؤيد يحاول التقدم مؤيد هذا مجددا تزديدا من جارب شنايدر ترجمة نانسي قنقر تبديل اذا عبدالعزيز حاتم الى خارج ارضية الملعب عبدالعزيز وعبدالغني منير الى داخل ارضية الملعب عبدالغني حاول ملعوبة وكرة داخل منطقة جزائر نامور ترجمة نانسي قنقر كرة منعوبة الى منتصف الملعب وتمرير للامام محاولة الاتقدم العرفية منعوبة ولكن تمر مباشرة حاول وكرة عائدة للامام تصل مجددا لأحمد فتحي مستخلص الكرة عشر دقائق تمرير وكرة تعوي مجددا لشنايدر شنايدر يحاول التقدم أمامنا مرة الكرة من أمام شنايدر تصل مباشرة للهجمة المرتدة والانطلاقة في الأمام هنا عن طريق كارتييل ديكو جارتييل يلعب الكرة الى كاري 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 يحاول أمامنا يبحث هنا عن تزديد وفي القول ها هو كاري كاري أعاد الكرة ودون الفرحة ورسم الترحة على مدرب الغرافة كاري كاري وما أقصى الرد يا كاري كاري ما أقصى ردك يا كاري كاري على منتقدك ما أقصى ردك وجوابك يا كاري كاري ردوا كما ذكرنا على اسمه ردوا على اسمه قلنا من اسمه نصيب ولكن ردوا كما اسمه كاري كاري على منتقده تزديده ما شوين وين في الشباب معلن عن هنف ثالثي نادي العربي الذي يعرف من أين تؤكل الكتف يعرف من أين تؤكل الكتف نادي العربية ويقتنص هذه المباراة ثلاث نقاط غالية إذن يقتنصها كورم العوبة مباشرة للأمام تمرير ناقل أمامية كورم العوبة إلى شنايدر تمر الكرة مباشرة للأمام المحاولة هنا لاتقدم من انطلاق وبعد ذلك مرت الكرة شوف الهدف اللي أتت أمامنا هو الكرة اللي أتت أمامنا كرة عانقت الشباك مباشرة تمرير تمر الكرة تمر الكرة مباشرة محاولة محاولة هنا أمامنا لتقدم والانطلاق والكرة تستخلص مباشرة تمر مباشرة لحارس المرمى مسعود زراح تلعب مباشرة التمرير نادي العربي إذن يأتي ومحاولة مزارتها محمد سالم المال يحاول نلعب الكرة لكارديل مستخلص الكرة من أمام جارديل مستخلصة من أمام جارديل كرة ملعوبة مؤيد يحاول التقدم داخل منطقة الجزاء ومحاها جاسر يحيا والاثنان قد تخرج من أكاديمية سباير وهنا الغضب على المدرب التركي غضبان الزعلان على واقع هذه المباراة لم يؤدي فريقه أبدا وها هو يعني يذمدم بكلمات فيها عدم الرضا على حال فريقه كرة ملعوبة كرة ملعوبة تلعب 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 الكرة مباشرة منتصف الملعب تمر الكرة ملعوبة 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 واتقدم للأمام تمرير هنا مامنا واتحاول لي التقدم البحث عن كرة عرضية تمر مباشرة وتبعد مباشرة الكرة الماضية ناقلة كانت موجودة تمرير ومحاولة لاتقدم كرة ملعوبة مباشرة حاول منطقة الجزاء التمرير تمر مباشرة محاولة التقدم والانطلاق تمرير هنا مامنا وحاولة حاولة منطقة الجزاء عرض الغادي منير يلعب الكرة كرة تلعب مباشرة وتمرير للأمام حاولة حاولة لتقدم ومحاولة المرور من جار مؤيد باحثا عن زميل مؤيد يلعبها طالت الكرة على مؤيد حسن طالت على مؤيد تلعب مباشرة أمامنا مرور بالصورة ممتازة وتقدم للأمام التمرير منعوبة والكرة مع كاري كاري تلعب لديوكو جردل عائدة مشرة كرة في الأمام ونقلة في المنتصف محاولة وكرة منعوبة مباشرة مباشرة في الأمام حاول الانتقدم والانطلاق وتمرير حول منطقة الجزاء والكرة منعوبة مستخلصة لصالح نادي الغرافة انطلاق إلى مؤيد حسن لحظات أخيرة على ختام هذه المباراة وإذا ما أتى الانتصار سيعني الكثير لنادي العربي سيعني الكثير لنادي العربي هذا الانتصار إذا ما أتى الدحيل حسم الأمر تماما للدوري بينما العربي سيرتقي إلى 24 نقطة وبالتالي سيرتقي إلى المركز السابق لنسي كاري لنسي كاري إلى خارج أرضية الملعب كاري كاري لاعب لقدم الكثير في مباراة اليوم إلى خارج أرضية الملعب كاري 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 ياسين يعقوب إلى داخل أرضية الملعب ياسين يعقوب كاري كاري ملعب مباشرة محاولة والكرة ملعوبة حول منطقة الجزاء تمر مباشرة تمر مباشرة الكرة النقلة كانت حاضرة أمامنا ومحاولة كانت موجودة واسل شنايدر يلعبها داخل منطقة الجزاء تمر كرة شنايدر والتمرير هنا مامنا وسهلة إلى حارس البرمى ملعوبة ملعوبة الكرة عن طريق الشنايدر تلعب داخل منطقة الجزاء والانطلاق لهجم مرتدة لصالح نادي العربي هو إشارة إلى وجود خطأ تمريره تمريره وهنا أمامنا المحاولة التي تقوم بها تزديد وإلى أحضان حارس المرمى إذن مباراة أمن العربي فيها على نتيجتها وأبدع نادي العربي وتعلق نادي العربي للأمانة في هذه المباراة تمريره كرة تلعب رأسية وفي لحظات أخيرة استخلاص سيئة أمامنا العربي عن طريق كاري كاري يعني وصل كما ذكرت عمل وصل لمبتغاء وعمل عليه نادي العربي تقدم للأمام ونقلة مرت مباشرة للكرة المتصف الملعب من جارب نادي العربي نقلة في الأمام ومحاولة لأتقدم وكدخل منطقة الجزاء وطالت طالت إلى خارج أرضية الملعب حاولة كانت موجودة وكرة كانت حاضرة أمامنا مرت إلى خارج أرضية الملعب إذن في هذه اللحظات مشاهدين الكرام تأتي صافرة الختام لمباراة قسة على هذا المترب بالقسة كاري كاري على نادي الغرافة من خلال ما فاعله وأبدع وتألق بصورة ترجمة نانسي قنقر